عائشة محمد عبد الرحمن المشهورة ببنط الشاطئ أستاذة جامعية في الدراسات الإسلامية والأدبية واللغوية ولدت بمصر سنة 1331 للهجرة وتربت تربية إسلامية حصلت على الشهادة الجامعية من كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم حصلت على الماجستير والدكتورة من الجامعة نفسها عملت في كثير من الجامعات العربية كتبت بنت الشاطئ كتبا كثيرة منها التفسير البياني للقرآن الكريم والإعجاز البياني للقرآن وبنات النبي ونساء النبي وأم النبي والسيد زينب حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على جائزة الدولة التقديرية للآداب من مصر سنة 1978 للميلاد وعلى جائزة الآداب من الكويت سنة 1988 للميلاد وحصلت في السعودية على جائزة الملك فيصل للأدب العربي سنة 1994 للميلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر